جشن محافظ محافظة أرخبيل سقطر المهندس رأفة الثقلي برفقة قائد قوة 808 للدعم والإسناد العميد بحري ركن عبدالله محمد الشهراني توزيع الحقائب الإوائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمتضررين من المنخفض الجوي الذي ضرب مناطق جنوب الجزيرة لعدة أيام وخلال التجشين أشهد المحافظ الثقلي بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في التخفيف عن معاناة الأسر المتضررة من كارثة هطول الأمطار وجرايان السيول لافتا إلى أن هذا التدخل يأتي امتدادا للتدخلات المختلفة للمركز في عدة جوانب المحافظة والوقوف الجاد والدائم مع جهود سلطة المحلية في جوانب متعددة حيث يتضمن التدخل ثمانين حقيبة إيوائية تحتوي على مواد إيوائية وغير إيوائية لتلبية الاحتياجات العجلة للأسر الأشد تضررا لمساعدتهم على تجاوز تلك المعاناة التي لحقت بهم جراء كارثة السيول وكانت محافظة أرخب السقطرة قد شهدت خلال الشهر مايو الماضي ومطلع يونيو الجاري سيولا جارفة تسببت في قطع الطرقات الرئيسية وتضرر عشرات المنازل كليا وجزئيا إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة